السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح يونتين الوحدة العشرة اول وحدة في منهج الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الاعدادي لو انت اول مرة تدخل عندنا في القناة ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله هقدم لحضراتكم شرح المنهج بالكامل وان شاء الله هنحل كل اسئلة الكتب الخارجية اول باول ان شاء الله بعد كده نقدم المراجعة انها زي ما قدمتها لحضراتكم في الفصل الدراسي الاول اي حد عنده تعليق او عنده اي مشكلة في اي حاجة بتقابله في المادة انا ان شاء الله برد على كل التعليقات الموجودة او هتلاقيوا رابط الصفحة على صفحة الفيسبوك اسفل الفيديو في صندوق الوصف نبتدي كده بيونت 10 ترافلينج فور وورك لسن 1 and 2 الدرس الاول والتاني هنبتدي بشارح جزء الجرامر القاعدة في الاول عندنا في حاجة اسمها طبعا العنوان ترافلينج فور وورك اللي هو الصفر من اجل الايه الصفر من اجل العمل ده عنوان الواحدة العشرة ترافلينج فور وورك والصفر من اجل العمل عندي القاعدة الموجودة اللي هي اللي هي صيغ المستقبل ازاي اعبر عن المستقبل عندنا اربع طرق للتعبير عن المستقبل كل طريقة بتختلف طبعا عن التانية هنبدأ بالطريقة الاولى سوبجيكت فاعل بلاس ويل اللي هي طبعا الاقتصار بتاعها ابوستروفي ال زائد المصدر اخدناها طبعا قبل كده كتير واللي زائد المصدر معناها سوف وعندي النجاتف بتاعها اللي هو ويل نوت او اللي احنا بنقول عليها ايه طبعا وونت برضو زائد الايه زائد المصدر هقول مثلا اي ويل واللي طبعا معناها سوف باي انيو جاكت انا سوف اشتري جاكت جديد هو الدرس جاي ليه جاي عشان يعرفني امتى استخدم ويل بحنا ما ينزاكر الدرس هنعمل كده استخدامات ويل اول استخدام ويل اللي احنا بنقول عليه قرار سريع اي جملة فيها قرار سريع هنستخدم ويل يعني مثلا هقول الجو هنا برت يبقى انا لازم اخد قرار سريع مش هينفع استنى شط يعني يغلق الجملة دي اسمها يعني قرار سريع مثلا استخدام التاني عند الوعود الوعود اللي هو اي حد يوعدني وانا هاوعد حد اقول له مثلا مش هنطلع من ايه من غيرك ده وعد هنخرج مع بعض يبقى اي جملة بروميس ويبقى هنستخدم ويل التالت استخدام اللي هو التنبؤ بدون دليل يعني ايه التنبؤ بدون دليل انا مثلا قمت من نوم رح تقول اي تينك انا اعتقد اه مثلا ات ويل رين يعني ات ويل رين انها سوف ايه تمتر الجملة دي فيها دليل ما فيش دليل خالص يبقى هنستخدم برضو ويل اربعة حقائق مستقبلية اللي هي future facts يعني ايه حقائق مستقبلية مثلا حد استناني مثلا عنده خمسة شهر سنة يقول ايه يقول نكست يير العام القادم بقى ايه الحقيقة ان اي ال بي انا سوف اكون سيكستين يير يعني ايه سيكستين يير هيكون عندي ستاشر سنة خمسة تستخدم في الريكويست الريكويست اللي هو الطلب لما حب اطلب حاجة من حد اطلبها بويل ودايما هتبدأ بالصغة دي اللي هي ممكن انت مثلا ممكن من فضلك بي كويت يعني ايه بي كويت تعود هادي ده طلب هادي ويل برضو زاد الانفينتف ستة تستخدم في الوفر في العرض لما اعرض على حد حاجة مثلا انا عايز اعرض على اخويا او ما انا ساعدها ايه بي كويت ايه بي كويت ايه بي كويت ايه بي كويت انا ساعدك في ان انا يغسل معاك الايه والسيار ده اسمه اوفر اوفر يعني الايه العرض سبعة الثريت اللي هو التهديد لما حب أهدد حد يعني مثلا أستاذ في المدرسة يقول لك لا تغش أو زميلك يقول لك ما تغشش أو هقول للمين للمدارس لإستخدام التامن اللي هو طبعا حالة إف الأولى اللي هي طبعا اللي هي الحالة الأولى بالإف بتقول مدارع بسيط مستقبل بسيط يعني هقول إف إف إت رينز لو أمطرت I will stay home تمام وطبعا هناك بعض الكلمات التي تستخدم معاويل في كلمات كده مشهورة بتجي مع ويل دايما اللي هي مثلا كلمة hope يأمل أو يتمنى كلمة think يعتقد hope think عندنا كلمة promise اللي هي يتوقع يتوقع يتنبأ يعد أو يوعد يفكر يأمل طيب أنا في الامتحان في امتحان الإنجليش إزاي هشتغل على ويل هو الشغل إزاي هيبع على ويل هيبع على ويل لو أنا في الجملة اللي هي تقرار سريئة لقيتها وعد لقيتها تنبؤ حالة مستقبلية طلب عرض تهديد حالة إف الأولى على طول يبقى أنا داي استخدامات مين استخدامات ويل يبقى أنا هشتغل على مين على كلمة ويل هندخل على الصيغة التانية بعد ويل اللي بتعبر عن المستقبل اللي هي am is or going to زائد زائد المصدر يبقى الصيغة التانية subject طبعا فاعل am أو is أو are زائد going to زائد المصدر برضو going to معناها سوف طبعا نبدأ زي ما احنا شرحنا امتى نستخدم am is or going to اول استخدام مستقبل مبني او تنبؤ مبني على دليل يبقى دي اول فرق بين will going to انه going in will مستقبل غير مبني على دليل انما مع am is or going to لما الجملة طبعا يكون فيها دليل يعني مثلا اقول اي can see انا ارى the dark clouds clouds يعني صحب in the sky انا ارى صحب فين في السماء يبقى اقول it will rain ولا it's going to rain طبعا تبقى it's going to rain يعني it's going to rain انها سوف سوف ايه طبعا سوف تمتر ليه انها going to rain عشان السحب دي تعتبر evidence يعني تعتبر دليل تاني استخدام اللي هو طبعا النية لما يكون في نية او في خطة مستقبلية او لما تكون انت مقرر عندك قرار كلمة ينوي يعني وانه يعني وخطة يعني ويخطط يعني وقرار يعني ويقرر يعني ناخد بلنا من 3 كلمات دول علشان سؤال اللي تشوز كلمة كلمة يعني مثلا هقول تحضر انا هزور مين هزور عمي يعني يعني بلان هزه خطتي يبقى ناخد بلنا من 3 كلمات دول اللي هي كلمة وكلمة 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 وانا هم بتاحهم طبعا وكلمة 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 القرار تالت استخدام والاخير اللي مين اللي هو طبعا اشياء او احداث على وشك الوقوع يعني حاجات الرابط تحصل وخاصة مع الكلمات اللي نكتبها دي look out يعني احترس او be careful كن حذر او watch out لو شوفنا دول في choose ما نفكرش على طول am with war going to هد مثال look out the boy الولد is going to fall down الولد سوف ايه جماعة fall down يعني سوف يسقط ده طبعا يعني على وشك الحدوث علشان كلمة look out او be careful او watch out هدخل على فرق بسيط بين will going to ناس كتير بتتلغبط فيه او بتغلط فيه في الامتحان نشوف كده مع بعض هقول كده he is fast he he نقط win win يفوز there is الصباق يطر will is going to جملة تاني he runs fast he win there is there is will is going to لما نجي نبص على الجملة هين دول كويس مع بعض هنلاقي مافيش فارقة بين الجملة والتانية غير هنا is fast وهنا runs fast هنا طبعا يفوز بالسباق الاولى هنختار وهنقول ليه والتاني نختار في الاولى بيقول ليه هنا جملة دي ما فيهش فيربي هنا فيها صفة هي اسفستها مناصفه ان هو سريع بيقول لي الصفات او السمات الشخصية ليست دليل يعني دي هو سريع مش دليل ان هو يكسب اما هنا بقى الافعال تعتبر دليل ناخد بالنا من الجمل دي يبقى الصفات الشخصية مش دليل انما الافعال يجري بسرعة ده فعلي هو ما يقوم بي الان يبقى السمات الشخصية مش دليل انما الافعال تعتبر دليل هندخل على الصيغة التالتة للتعبير عن المستقبل الصيغة التالتة معانا للتعبير عن المستقبل تالت صيغة اللي هو طبعا present symbol اللي هو مين زمن المضارع البسيط ودي طبعا جريبة شوية المضارع البسيط بيعبر عن المستقبل ازاي هو المضارع البسيط اصلا اللي مش فاكره اللي هو باضافة s او es او ies مع المفرد ومع الجم الفعل بدون اي اضافة يعني فين في المصدر امتى المضارع البسيط عبر عن المستقبل هو استخدام واحد بس طبعا نكتب كده هوا مع جداول الموعيد سواء كانت قطارات يعني موعيد القطارات طائرات سينما مسرح موعيد دراسة يبقى اي جداول موعيد هنستخدم مضارع بسيط وخاصة والكلام ده كله بيجي مع بعض الافعال فيها افعال مشهورة على طول يصل arrive يغادر leave تقلى للطائرة دايما take off تهبط land يبدأ start ينهي finish الافعال دي على طول بتيجي present simple او يونهي end وهكذا ناخد بعنا من الافعال دي arrive leave take off land start finish end ندي جملة كده we leave leave مضارع بسيط مع الوية ما حطنوش حاجة luxor at ten ساعة كام عشرة كده ده مستقبل هنمشي الساعة عشر بلسا ما ممشوش and arrive وهنصل in كيرو وهنصل القاهرة at twelve ساعة كام ساعة اتناشر المضارع البسيط يعبر على المستقبل بس مع جداول مع المواعيد قطارات طائرات سينما مسرح مواعيد دراسة هندخل على الصيغة الرابعة رابع صيغة معانا اللي هو present contents اللي هو طبعا زمن المضارع المستمر بيتكون طبعا من am او is او r زائد الفرب او بلسا الفرب زائد ing وطبعا هنا في subject امتى استخدم am و is و r زائد الفرب زائد ing قال لي اول حاجة او غالبا اهو ترتيبات مستقبلية كلمة ترتيبات مستقبلية يعني انا بخطط او مرتب لحاجة معينة مثل حجز التذاكر مثلا ترتيب حفلة وغالبا موضوعة يعني هذه الترتيبات موضوعة ملة عاملها من الشخص نفسه وطبعا ايه هو اخذ ايه اخذ اجراءات تمام عندي فيه كلمات مشهورة كلمة arrange كلمة مهمة جدا كلمة prepare يعني يعد دي معناها يرتب prepare طبعا يعني يعد او ايه او يجهز كلمة book وكلمة book يعني كتاب بس طبعا في الواحد بمعنى ايه بمعنى يحدز ناخد من الكلمات دي يعني مثلا اقول ايام traveling مدارع مستمر على طول هنا وهو ونشوف دلوقتي لأيه ايام traveling to luxur next week او next month اي مثلا have booked the ticket يعني انا حجزت التزاكر وبجده نكون وصلنا نهاية القاعدة يبقى احنا عندنا اربع طور للتعبير على المستقبل will master am is war going to المدارع البسيط والمدارع المستمر دلوقتي هنبدأ ندخل على درس القراءة واهم الكلمات واشرح درس القراءة معاكم بعد كده بعد ما نخلص مذاكرة الوحدة ان شاء الله هتلاقوا التدريبات محلولة برضو فيديو لوحدها لازم التدريبات اول باول لان الترمي قصير سنة لازم نحل اول باول ما نستناش لنهاية الترمي شهر ده شهرين بس طبعا عنوان الوحدة السفر من ثقلص station traveling wait journey way online future event timetable prepare naples final prediction predict reality comfortable assistant description mountains rivers natural event restaurant carriage discuss later أهم الأفعال الشهزة في البغض سليبر تставي المصحى انا بيه انا بيه سريق ملاحظة ready ognia درس القراءة أول درس في الفاصل الدراس الثاني عبارة عن إيميل اللي بعته طارق لصاحبه مين زميله علي بيقوله طبعا مين تو علي الموضوع my train journey يبقى رحلتي بالترين يعني ايه ترين رحلتي بالايه رحلتي بالقطار I am at Cairo Station طارق بيقولنا في محطة القاهرة with my father يبقى الوقت عندنا طارق اللي هو بعت لعلي هو حاليا في محطة القاهرة we are taking the sleeper train احنا واخدين قطار اسمه قطار النوم قطار النوم two as one tonight وراحين اسوان يبقى هما يروح من القاهرة الاسوان في قطار النوم ليه طيب السبب he has a meeting ابو طارق عنده اجتماع there tomorrow and he has asked me to go with him وقال لي تعالى اروح معي the train leaves at seven o'clock مضارع بسيط بيعبر على المستقبل عشان ده موعد قطارات there are lots of other people who are waiting to لقينا ناس كتيرة جدا في المحطة so the train is going to be busy بقى واضح ان القطار هيكون busy الفقرة التانية traveling by train is a great way اجمل حاجة في السفر بالقطار to see the scenery المناظر الطبيعية of a country بتاعت البلد i have been on this journey before دي مش اول مرة انا سافرتها بلكده the beds are very comfortable السراير comfortable يعني مريحة i know that we are going to arrive at our destination ان احنا هنوصل جهة الوصول بتاعتنا ليه اصوان after a good night sleep بعد نوم جيد في القطار هننام booking tickets is easy كلمة book بمعنى يحكز حاجز التذاكر سه you can book online or buy tickets at station يهم عن طريق النت يهم من خلال المحط my father put us return tickets وفي فرق بين return tickets و single ticket single يعني زهاب but return يعني زهاب و out from Cairo to us one we usually go on the first class بس احنا بنركب الدرجة الاولى ايش ما يعني طبعا درجة الاولى because it's more comfortable than economy or second class لانها اريح يا طبعا اغلى اريح من الدرجة الاقتصادية economy يعني اقتصادي او اللي احنا بنسميها الدرجة الكام التانية the journey takes about 13 hours القطار هياخد تقريبا 13 ساعة we are eating in the restaurant carriage احنا بناكل في المطعم اللي موجود في القطار القطار في عربية فيها مطعم بناكل فيها this evening after dinner بعد العشاء the assistant اللي هو المساعد اللي في القطار when the train puts down the bits اما يبدأ يجهز السرير او السرير او العسرة in the sleeping car في سيارة النوم it's fun going to sleep ممتع ان انت تنام and knowing that we are going to wake up in a different place in the next day امت حاجة في قطر النوم ان انت مثلا تنام في القاهرة وتقوم تلاقي نفسك في مكان مختلف تانا مثلا هو اسوان هو طريب يقول كده بيحب الموضى ده the train stops at luxor air tomorrow morning on its way to aswan اما يتوقف في الصباح طبعا في طريقنا لأسوان بيحب في محافظة الأقصر i think it will be hot in aswan اعتقد ان الجو هيكون حرف اسوان i'll call you when i arrive at the hotel هتصل عليك لما اصل الفندق best wishes طارق الفايدة من دروس القراءة انه طبعا ممكن تيب انتحان write a paragraph about your train journey عن رحلتك بالقطار لازم نكون مجاهزين نفسنا من دلوقتي وان شاء الله زي ما قدمت لحضراتكم الترم الاول فيديو جمعنا في كل البرجرافز هنعمل الكلام ده برضو في الفاصل الدراسي الثاني ان شاء الله الفيديو القادم هنكمل بالوحدة وهنحل كل الاسئلة الموجودة لازم نحلها سنة تالتة من استناهش لنهاية الترم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة